النهاردة رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد بينتقد صمت المجتمع الدولي بشأن ما يجري في اقليم التجاري سبحانه مغير الاحوال كان خلال الفترة الماضية من يوم 4 نوفمبر 2020 وحتى من اسبوعين 3 مضو حتى بداية شهر يوليو كنا نستمع الى نداءات العالم لابي احمد انه افتح لنا ممرات عشان نوصل الاكل والشرب والادوية للناس الموجودين والمحاصرين في اقليم التجاري حتى عادت التجاري مرة اخرى ويقاموا بتلقين الجيش الاثيوبي وميليشيات الامهرة والميليشيات الاريترية درسا عسكريا قاسيا وقاموا بترضيهم من الاراضي التجروية وجدنا الصورة بتتغير بدلا من العالم بيصرخ في ازن ابي احمد وكفاية كفاية كفاية هذه الجرائم بنجد ابي احمد النهاردة بيصرخ بيصرخ في اذن القوى الدولية بيقول لهم انتو فين انتو سكتين ليه على ما يجري في اقليم التجاري ايه يا عم اللي بيجري في اقليم التجاري قالك والله احنا خرجنا من اقليم التجاري لما العالم قال لنا اطلعوا علشان خاطر نوصل مساعدات انسانية طلعنا رجعت القوات التجارية سيطرت على الارض وقاموا الان بالحاق الاطفال والشباب بمعسكرات التدريب وبيقول انه جندوا الاطفال واحنا مش هنقدر نهاجمهم علشان هم عندهم اطفال واحنا ضد تجنيد الاطفال يعني النارد ابي احمد بيحاول ان هو يظهر في صورة رجل سلام ورجل حقوق انسان يبحث عن حقوق الطفل وبيقول والله انا نظرا لان التجاري عندهم اطفال في القوات بتاعتهم فانا لن استطيع الجيش المركز الفيدرالي موجهتهم فبيقولوا وبيصرق ابي احمد وبيندد بصمت العالم امام ما يجري من قوات التجري ضد القوات الفيدرالية الاثيوبية والقوات المليشيوية التابعة لها في امهرة وفي اصمرة بيقول ابي احمد العالم ناسي انه كان يتحدث عن المساعدات والمجاعة واخترى ان يلتزم الصمت امام ما تقوم به جابة التحاري التجري من تجنيد الاطفال وتسلحهم وقال كمان ابي احمد ان الحكومة الاثيوبية توصلت الى وقف اطلاق النار من اجل القضية الانسانية واتهم جابة التحاري التجري بتجنيد الاطفال ونشر المخدرات بينهم قائلا ان جابة التحاري التجري بدأت تجند الاطفال وما يجعل من الصعوبة على الجيش الاثيوبي التصدي لهؤلاء الاطفال واضاف جابة التحاري التجري لا تستطيع ان تعيش بدون الصراع وبدون الحرب وقال احنا هنرجع تاني التجري وهنحارب وننتصر ونقلب الموازين سنغير الوضع الحالي بحجد شعبنا بجانب عملنا التسهيل يعني تخيل رئيس وزراء اسيوبيا اللي حائز على جائزة نوبل السلام بيتكلم هذا الكلام بيقول ان احنا هنرجع ونحارب ونغير بيكلم على مين على جزء من دولته مش بيكلم على دولة تانية مش بيكلم على السودان ولا على مصر ولا على كينيا ولا على غيره بيكلم على جزء من دولته المفروض جزء من دولته كانوا القادة بتوعه لمدة 30 سنة هو تعلم العسكرية على ايد التجري تعلم المخابرات على ايد التجري خد الدكتورات بتاعته على ايد التجري النهاردة انقلب عليهم وبيطلع فيهم ما قال مالك في الخبر النهاردة بيحارب جزء من دولته وانا على يقين حتى لو قيل لي من اسدزة العلم السياسية عكس ذلك انه قليم التجري يستحيل ان يعود لجسم الوطن الاثيوبي كما كان مستحيل مستحيل لانه ما يجري الان على الارض هو حرب بين تجري وبين الامهرة تجري والامهرة من ناحية شغالين من الجنوب ومن الجنوب الغربي ومن الغرب شغالين هات الخريطة شغالين اهو خليني بس اقول لحضراتكم دي خريطة معلش دي مش الخريطة اللي معنا بقالها رتح من هالزمن دي خريطة بتكلم على مناطق ده اخر اخر افديت اخر يعني للحرب بين التجري اهو التجري المنطقة يعني ده بشكل بقى اوسع ده التجري قدام حضراتكم كل دي منطقة التجري ما تكبرها هنشوفوا ايه الريتريا فوق اهي والسودان اهي السودان في الريتريا في الشمال والسودان في الشرق طيب مين اللي تحت التجري اهو دي التجري الحدود بتاعتها اهو مين اللي تحت التجري امهارة اهي قبائل امهارة اللي هما الميليشيات الامهارية اللي كانوا شغالين مع ابي احمد هما والجماعة بتوع اصمارة بتوع اريتريا شغالين عنهم كان ماشا من فوق ومن تحت دلوقت التجري طلع وجناح نازل تحت على أمهرة قدام حضرتكم قوات التجارية تحركت في اتجاهين في اتجاه أمهرة حيث هذه المنطقة وفي اتجاه الجنوب في باقي المناطق كل دي أمهرة كل دي المناطق الأمهرية دخلوا فيه اتجاهين تحرير مناطق حرروا كل حدودهم ودخلوا كمان على حدود إقليم الأمهرة في الجنوب الشرقي وفي الجنوب قدام حضرتكم وصلت القوات التجارية أبي أحمد وقوات الفيدرالية بدأوا يتحركوا تحرك إزاي جاب من تحت قوات القرومو قوات القرومو الجيش القرومو اللي هو والأمهرة بيكونوا الجيش الفيدرالي لكن دول عندهم مليشيات تحركت النهاردة مليشيات القرومو لإنقاذ مليشيات الأمهرة من الهجوم اللي بتقوم عليه التجارية إجمالاً علشان ما صدعش حضراتكم الأقاليم الثلاثة الرئيسية في إثيوبيا إقليم الأمهار اللي منه النهاردة قارة الجيش ومنه حتى زوجة أبي أحمد من الأمهار والقرومو اللي هم 40% من سكان إثيوبيا اللي بينحضر منهم أبي أحمد موجودين في جنوب الأمهرة هم دول اتنين وقاد التجري 6% 6 مليون وقاد بنيش نقول تحت 2-3-5-6 مليون كل دول بتخلقوا مع بعض يبقى الأمهارة والتجري فوق وتحت أبي أحمد منين القرومو وقاد بنيش نقول غير بقى الصومال وغير غير الحاجات دي كلها وعفار قدامكم كل دي أقاليم وأكنها دول التركيبة اللي بتركيبهم كلها تاريخيا يقول لك الشعوب الإثيوبية اللي بيجمعهم الحروب لما يكونوا في حرب يتجمعوا لو ما فيش حرب يختلقوا حرب من أجل أنه يتجمع فكرة القومية والوطنية الإثيوبية هم عندهم الحقيقة برضو يعني ما أقولش كلام للناس ويطلع كلام مش دقيق أنه الشعب الإثيوبي أو الشعوب الإثيوبية كلهم على بعض عندهم نعرة وطنية وعندهم شعور وطني وعندهم يعني فكرة الوطن عندهم له قيمة دولة عندها تاريخ وعندهم أيضا ما يجمعهم لكن كانت الحروب الأهلية هي الرافد المستمر الدائم داخل حدود الدولة الأثيوبية أو الحبشة القديمة خلينا أقول لحضراتكم أنه الأمهارة فرضت أثناء حكمها فيما مضى اللغة الأمهارية وبعدين هزمت والتجري خلصت على هيلسلاسي وبدأ التجري يحكم لمدة 30 سنة وبعدين أبي أحمد مع الأمهارة خلصوا على التجري والنهارة اللي بيحكم الأرومو بالتحالف مع الأمهارة دول بدأوا يتحركوا بدأوا الجيش بتاعهم ينطلق خارج التجري وهم عندهم القوة والقدرة والسلاح وغيره بدأوا ومشهورين هم بيه أن هم تاريخيا كانوا متحالفين مع الأريتريا وبعد اختلفوا مع الأريتريا وأنا بس عايز الناس تتخيل أنه الأريتريا دي كلها كانت جزء من السيوبي تم انفصلها أهو وبعدين اللي بعدها على طول اللي علىها الدور أهو دي اللي علىها الدور هل هذا هل هذا ما نتمناه والله العظيم الإجابة لا ليه إحنا عايزين الدول تبقى قوية وتبقى عشان نقدر نشوف نتكلم مع مين وعلشان قاتل دول حوض النيل لكن إحنا عايزين تنمية مع الناس إحنا عايزين يعني لما الناس دي بي عندهم تنمية لكن لما يطلع عندي هنا هو ده بيضرب في ده وده بيعمل في ده وعندي دم هنا وعندي كذا وعندي لاجئين كلهم راحوا وراء السودان قاعدوا في السودان فيه مخيمات لاجئين وجزء طلع على جنوب السودان وجزء طلع على الريتريا وجزء طلع على الصمال بعدين هتلاقي فيه قرصانة في البحر المتوسط وهتلاقي فيه كذا ومجاعات وحروب وأمراض ليس فيه صالح أحد لكن إلا أنا بنقل لحضراتكم مش بنقلكم تمنيات أنا بنقل لحضراتكم معلومات وأخبار وردها إلينا يوميا طازجة وطازة من موقع الحدث بقول لكم النهاردة اتحركت القوات التجروية من هنا عبر إقليم أمهرة وفي الجنوب الجنوب الشرقي بهذا الشكل اللي عايز أقوله المعلومة النهائية إنه خرجوا برى الحدود لمطردة والانتقام من قوات الأمهرة أو ميليشيات الأمهرة خارج حدود التجروية ده الجديد النهاردة لما لقى يا أبا أحمد يطلع يقول لك بينطقت صمت المجتمع الدولي انتوا فين؟ أبي أحمد يستغيث بالمجتمع الدولي جراء الهزائم المتتالية التي قامت بها قوات التجري في مواجهة الجيش الإثيوبي أو الجيش الفدرالي الإثيوبي ومعها ميليشيات الأمهرة وأصمارة من فوق من أردو